بيانات موسم نتائج الأرباح لربع ثاني تظهر مدى القوة التي تحتلها شركة التكنولوجيا في برصة وولد سريت فمؤشر ستاندر أمبولز سجل الأسبوع الماضي على مستوى له في أكثر من خمسة أشهر تقديرات خبراء الأسواق تشير إلى أن أكبر ثلاث شركات من حيث القيمة السوقية تندرج في مؤشر ستاندر أمبولز 500 وهي أمازون وأبل وألفبات الشركة الأم لجوجل والتي تمثل قيمتها السوقية نحو 2.3 تريليون دولار أي 10% من القيمة الإجمالية للمؤشر المستثمرون يفضلون التركيز على النمو في المستقبل أعتقد أن قضية الحرب التجارية تثير حقا قلقا حول العالم ولكن بالنسبة للولايات المتحدة لا أعتقد أنها ستتأثر بها كثيرا لأن اقتصادها يعتمد على التكنولوجيا والخدمات منذ فترة طويلة أكثر ما يضر الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو العجز بالتوازن التجاري هذا ما يؤثر على اقتصادها بشكل كبير منافسة شديدة تشهدها وولسريد بين عملاقات تكنولوجيا أبل وأمازون التي تواصل تجهيل ارتفاعا قياسية وتقترب أكثر فأكثر من شركة أبل التي تعتبر الأعلى قيمة في سوق المال الأمريكية فيما وصلت القيمة السوقية لأمازون في وولسريد إلى 902 مليار دولار في تعاملات الأسبوع الماضي أعتقد أن الشركتين تختلفان بشكل كبير فأبل تقدم خدمات تكنولوجية كهواتف آيفون وتطبيقاتها أما أمازون فهي منصة أو سوق أليكترونية تستطيع استخدام كل أنواع التكنولوجيا التي توفرها أبل وتقدم خدمات لشريحة كبيرة من العملاء المنافسة بين الشركتين غير متكافئة في الوقت الراهن إلا إذا تقاربا من خط الإنتاج نفسه أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل عام تمثل نحو 25% من قيمة مؤشر S&P في مقابل 15% للقطاع المالي منها قطاع الطاقة والاتصالات وغيرها مجتمعة وهو ما يدل على الوزن النسبي الكبير للقطاع التكنولوجي في هذه البورصة العالمية الصراع على المركز الأولى بين شركات التكنولوجيا الخمسة الكبرى وهي أبل وأمازون وجوجل ومايكلسوفت وفيسبوك يتواصل منذ القفزات التي تحققت بين العام 2001 و2018 وهو ما يعد أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية في سوق المال الأمريكية حسين إبراهيم للإخبارية من داخل بورصة وول سريت نيويورك